اشتركوا في القناة بسي محمد الداودي اللي هو الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية للتيكواندو ورئيس العصب الجهوية للريباط السلا والقنية الراسي الداودي مرحبا بك اهلا وسهلا وشكرا على الاستيضافة اذا هذه نبدأ من الحادث جامعة تيكواندو كانت ضمن جامعات ملكية اللي قاموا واحد زيارة المعبر القرقارات اه تماما شكرا اولا تمنيتي ان شاء الله بالتوفيق لهذه التجربة اللي قد يدخلها للجريدة الجريدة الالكترونية انفاس بصيفة عامة وخصوصا فتاحها المجار الرياضي ايضا وانا ايضا سعيد جدا بان نكون اول ضيف لهذه التجربة اللي قد تخضوه اللي قد تمنى للتوفيق وانا على يقيم باننا غاية نجح لاننا ضمن واحد المنظومة دي لها الجريدة الالكترونية اللي متكتميز بمصداقية دي لتا طيب فيما يخص هاد السؤال اللي قلته فعلا بانه كانت واحد كانت واحد جريبة دي الممثلة في الحركات الرياضية دي 54 جامعة اللي في اطار السياق الوطني حول الاجماع حول قادية الصحراء كانت بلورات الفكرة بانه الحركة الرياضية ما يمكنش ما تساهم في هاد في التوجه الوطني العام وفعلا كتمت وحد زيارة لمنطقة القرقارات وكانت زيارة اللي هي بمعيية مجموعة من الأبطال ومجموعة من الرموز وطنية اللي بصموه في تاريخ الرياضة الوطنية وكانت زيارة ناجحة وكانت واحد المجموعة اللي قاعت على مستوى مدينة الداخلة وعلى مستوى منطقة القرقارات وبالتالي تشجل لانه المنظومة الرياضية العامل دي لها هو فرفع الرأي الوطنية في المحافظة الدولية وفكذا وكان لابد ايضا متشجيل هاد الموقف الوطني في هذيك المنطقة اني تفد في هذا السياق اشنا لاحظنا مؤخرا انه بعد الجامعات بدو تنظموا انشطة في الاقاليم الجنوبية واشنتم ما عندكم شي ناشاط موبرمج مستقبلا طيب فيما يخص رياضة تيكواندو كانت سباقة لانه وسبق لنا في مدينة العيون هذه واحد سنتين تقريبا او ثلاث سنة وتنظمنا احداث دولية هناك تنظمت البطولة العالمية الفرنكفونية تنظمت في مدينة العيون وكانت ناجحة تنظمت البطولة الدولية دي لبحر ابن التوسط واللي كانت ايضا ناجحة في العيون تنظم ايضا كأس العرش اللي كان في مدينة العيون بمعنى بين تيكواندو من تسعينات من تسعينات الى ومن هذا كان سباق جميع الملكة المغربية لتيكواندو كانت سباقة اللي يعني الى بغين نسموه هدك التوزيع العادي دي البرنامج الوطني على جميع الجهات المغرب والاسباقية بطبيع المناطق الصحراوية المغربية اكثر من هذا بانه الجميع العام المقبل دي الجميع الملكة المغربية تيكواندو يكون في عاصمة الاقاليم الصحراوية اللي هي مدينة العيون اللي غا يكون ان شاء الله في شهرين القادمين وهذا ايضا اللي للجميع العام وحد ذاته هو ناشاط سيد داودي بغت احنا كنميشو زمن كورونا هذي تقريبا سنة كن اغلاق دي القاعة الرياضية كنعرفوا الرياضة هي القاعة الرياضية الخصوص وخاصة بالضربة دا المدينة الكبيرة اللي كتحطانوه هدد دي الجمعية دي التيكواندو انتوما كشامعة كيف اشتعمتم مع هد الوضع جديد واش قدمتوشي مساعدة الاندية متافق معك بنسبة زمن كورونا اللي ابتدأ تقريبا اللي قاس مجموعة من القطاعات ما بينها القطاع الرياضي وخصوصا القاعة الرياضية فمنذ شهر مارس 2020 اللي كانت معاناة دي الوحد مجموعة كل القاعة الرياضية والاخطار هده بين منطقة دار البيضاء هي المنطقة الوحيدة اللي بقاوا فيها الوضع يد القاعة الرياضية ساد دين من مارس 2020 الى حدود اليوم اللي كانت ذكروا فيه اللي احنا في شهر جوجو مقبين على شهر ثلاثة غي يكملوا عام سنة هاد القاعات اليوم ساد دين ما كاندويش اليوم على الناس اللي عندهم القاعات وما كارينش ولكن كاندوي على وهما الغالبية 90% اللي عندهم القاعات الرياضية هما كانوا من هاد القادية دي الكيراء وكانوا واحد مجموعة دي الامور هنا منتك انشكرك على هاد السؤال لانه بنسبة الجامعة او الجامعات لانه كانت جميع الجامعات دي الفون والدفاعي دارت واحد المجموعة المبادارات بنسبة لتاكواندو كنت دارت 950 الف درهم يعني 95 مليون سنتيم تفرقات على ما مجموعه واحد الخمسمية او 552 جامعية ولكن منك تاخد هاد هاد الصوم دي اللي اسميته تفرق على هاد العدد وخاكك كي يجي قليل كي يجي قليل هنا بغيت نفتح واحد القوس من خلال هاد البرنامج الانفاص الرياضي لانه مؤخرة اللجنة اليقاضة اللي انشئها صاحب الجلالة نصره الله اللي تبعات واحد المجموعة القيطاعات استطعت بينه في اخر بالاغ دي الصادر عن وزارة المالية بينها ذكرت بالحرف القاعات الرياضية ومن خلالكم انا كنتوجه للوزارة الثقاف والشباب والرياضة لأساس بينه الاجراء دي الاخراج دي المساعدات لهذا القطاع دي القاعات الرياضية الخاصة مع العلم بينه هاد القطاع دي الشباب والرياضة كان طلب الجامعات المجموعة دي اللوائع والجامعيات او القاعات الرياضية كنت تضرم القطاع الواصية للرياضة بانه يدير الاجراء دي هاد الامور نختم هذا الموضوع في ما يخص الدار البيضاء بأنه حسب الاتصال اليوم مع الولايات جهة الدار البيضاء الكبرى بأننا نقدرون نقول من خلالكم هذي أول مرة يعني اللي ينهات الشجرة اليوم على أساس بأنه إن شاء الله على حسب اللي تقلنا من طرف الولاية اللي هنا في الدار البيضاء بأنه ما بين 13 فبري و 15 اجتماع دي اللجنة اليقادة الجهوية غيكون نهار 12 أو شيء من هذا القبيل وما بين 13 و 15 ربما ما غيستر بلاغ عن الجهات الرسمية المختصة على مستوى الدار البيضاء اللي يسمح بإعادة الممارسة داخل القاعة الرياضية نحن ننتظر ونتوجه بشترك السيد الوالي دي للجهة لأنه أكيد بأنه على علم على الوضعي اللي فيها القاعة الرياضية الآن كنتوا استدودي كجميع قمتوا بواحد لدي الزيارات جهوية أكيد بأنه بنسبة للاحطي اليوم بنسبة التكواندو المغربي حتى في هاد الجائحة هذي موقفاتش العملية وهذا ما شغير جامعة ما شغير عمل الجامعة العمل دي الجمية العمل دي العصب الجهوية والعمل دي الجامعة فكان مفروض علينا نحافظ على الوتيرة دي الممارسة الرياضية لأنه ما يمكنش هاد الواقع دي الكورونا ماشي شيء حد هذا واقع نزل على جميع القطاعات والأكيد بين جميع القطاعات الإنتاجية وجميع القطاعات الاجتماعية كتقلب من أجل استمرار الحياة في هذا القطاع تكواندو من الخاصيات الإيجابية ديالتها وهو الحركية المستمرة فهذا الإطار استمرت الجامعة وكان عندنا مناسبة توزيع شواهد الأحزيمة السوداء شواهد الوطنية على الاعتبار بأنه الشواهد الدولية اللي كتجي من كوريا غير تجي من هنا الواحد خمسة وعشرين يوم فالتالي كان طالب دي الواحد مجموعات العصب باش ياخدوا هذوك الشواهد الوطنية ديالهم فعلا فريثا ما يجو من هنا يقلتوا حد خمسة وعشرين يوم الشواهد الدولية اللي يتم توزيعهم لأنهم حق ديال هاد الممارسين وداخل هاد هذا العملية كي كنت تتواصل ما بين المسؤولين على المستوى الجامعة وها بين واحد لمجموعه ديال الجمعيات اللي عندها واحد المجموعه ديالتطلعات واحد المجموعه ديالالآراء وحده واحد المجموعه ديالرغابات وهاد الشي ما يمكن شيئ تن إلا بصورة مباشرة ومعالي إخوان هادو نعم، لكني داودين نتقل معك للألعاب الأولمبياء اللي كي يظهر بأن الألعاب الأولمبياء قد تكون في توكيو إن شاء الله تيكوه دائما حاضر في الألعاب الأولمبياء وقاماً ما تكونش ميداليات المهم حاضر كي هو واحد المجموعات الأبطال اللي حصلوا على كيفاش كين استعداد خاصة في هذه الزعادة غير رجوعات التانية لزمن كورونا استعداد للألعاب الأولمبياء فد زمن كورونا هنا كيف يلاحظوا جميع المتذبعي للشأن الرياضي بأنه بالنسبة للتاكواندو هذا بشهادة تحت اللجنة الوطنية الأولمبياء لأن تحضير توكيو في ثلاثة ديال الأطراف كان واحد العقد ديال البرباراسيون ديال التهيئ لهذا الألعاب اللي تأجلات كانت من المفروض تكون في هذا الصيف الفائد ونظرة لهذا الوباء ديال الكورونا العالمي الآن غيرتكون شهر ثمانية في 2020 بإذن الله تعالى بأن التاكواندو موقف تنفيذة لهذا الاتفاقية اللي كانوا بالجامعة المال كانوا بالتاكواندو واللجنة الوطنية الأولمبية والوزارة الشباب والرياضة وبالتالي بإذن الفريق الأولمبي دار واحد المجموعة المعسكارات في جامعة إفران والآن هو كيتواجد في الديار الفرنسية وهذا التواجد دياله الديار الفرنسية مش هنا بعيدة لأساس بأنه في الوقيت اللي كانت جميع التأشيرات ديال الدول اللي هي مسدودة وكذا استطعت الجامعة بينا في إطار العلاقات ديالها وفي إطار مع المصالح الثقافية والرياضية ديال القنصرية الفرنسية بينا استطعوا بينا حصننا على التأشيرات وحصننا على الإقامة لهذا اللاعبين والآن ما غاديش يبقوا يحتاجوا بينهم يدفعوا ويزوجوا وكذا والفريق الأولمبي كيتكون عندنا ثلاثة المؤهلين جوز ديال اللي بنات وسميته والرادفين ديالهم يعني 6 أكثر من هذا بأنه بدينا سلسلة ديال العملية ديال الشبان اللي وصلوا الآن اللي كيدخلوا في ضواحي مدينة بوزنيقة في تداريب اللي هي مستمرة من أجل أيضا لإعداد الـ 2024 وهذا اللي كنسموه الرؤية الاستراتيجية لأن رياضة مبقاش اليوم كتتسيير بغدة ولا كذا خستكون واحد الإليفزيون استراتيجيك واحد عدد انتقادات كتتوجه الجامعة خاصة مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة رئيس الجامعة كي يقال كين قرارت الفيرادية ما كينش تشاور مالعندية كين هذا كيف مش باختصار كيف مش تردو على الانتقادات هذا أولا أنا كنفرق ما بين الانتقاد وما بين التوجيه ديال لأن النقد كيكون في إطار واحد العمل معين لهذا العمل ديال هذه الجامعة الحالية أنا جزء منه ومن فاتح جدا وكي أجبني للنقد البنائل كذا من اللي كتمشي الأمور لشخصانة المسائل وكتكون حسابات شخصية وضيقة كنخرج من اسميته فيما يخص النقد النقد كي يبقى أساسي اللي هو مهم فيما يخص اليوم الجامعة مقبلين على جامعة انتخابي هو اللي غي يكون في نهاية شهر الثلاثة تقريبا بإذن الله وأكيد بإنه فيما كتكون انتخابات ديال الجامعات ومؤسسات كتكتل هاد الأمور ولكن أنا ما أطمح إليه في سميته في التدبيه بحبط جريبتي المتواضعة في الرياضة بإنه اليوم نتاقلوا من مسألة الأشخاص إلى مسألة يعني تدافع ديالبرامج برامج اللي ممكن نقنع بها الناس ما غاديش نقول فلان واش مزيان ولا خعب واش البرنامج لأنه اليوم الفلسفة ديال القانون ديال اللائحة ما بقاش الفرضي يعني الترشح ديال فلان ولا كذا ولات اللائحة ووفق برنامج وهذا الشي كانت في القانون 3009 بمعنى إلي اسمحتي ديال وستان ما كان ندخرج في الأمور ديال ما هو شخصي فلان إلا كان شي برامج إلا كان النقد يعطي لهذا الجريباء تقييم ديالها ما هو إيجابي وما هو سلبي كيف نحافظ على الإيجابي ونديره تاراكم إيجابي ونبنو عليه كيفاش نحيده ما هو سلبي ونزيده مقبنية لجامعة امتخابي من المفروض بإنهم خاص يكونوا برامج خاص يبانوا لوائح ما كان هناك في تيكواندو في الجامع اللي عام الجاي يكونوا ثلاثة أو الأربعة ديال اللواح يتنافسوا وفق برامج والأسرة ديال الرياضة تيكواندو خاصة تختار والتعاقد مع اللوائح الانتخابية وفق برامج ماشي وفق أشخاص سيد داو ديكواندو نسؤولكم ممكن تجاوب لي بسرعة فينا لو نحطوا رياضة تيكواندو في الترتيب ديال الرياضات بالمغريدة بدون تردد كنقول لك هي التانية من بعد قرط القدم يتونيات وهذا ماشي ماشي حلم أنا كان رجاع الإحصائيات المناظرة الوطنية الثانية حول الرياضة الرياضة اللي كانت في الصخيرات في 2008 على هد نوع المتوكل جميع الإحصائيات اللي كانت في عدد الأنشيطة كانت توضع رياضة تيكواندو هي الرياضة الثانية هاد الشيء في 2008 نعم اليوم خود لي الإعلام بأنواعه بالتلفازات وبكذا وهذه ورجع وشوف شناية الأنشيطة اللي كانت على المستوى الوطني لن تجد إلا تيكواندو بجانب كورة القادم رغم الإكراهات رغم كذا العلاج لأن هذا الرياضة من عند من كتمارس كتمارس من السواد الأعظم من المجتمع المغربي اللي هو شكونا هو الطبقة الضائفة والمتوسطة ومالك يمارسوا هذا الرياضة اللي الفون الدفاعية خصوصا الرياضة تيكواندو وبالتالي القاعدة هي واسعة إذن تم كجميع مقتالين بالعمل ديالكم؟ لا ما كان قلش بأنه نجاع العمل ديالنا تم التانين في التفسير لا هذا بالنسبة لها الترتيب ولكن كإجمالا ما كان قلش بأن الجامعة ديال تيكواندو نجحنا بذك الشي كلو اللي كنا بغينا هيكون كينا يكراها كينا ولكن دارت أحد المجموعة للأمور يكفيك بأنها في المغرب منذ 2016 إلى اليوم تنظمات، تنظمات هاد المجموعة، هاد الأسرة الرياضة تيكواندو نظمنا 12 تظاهرة دولية لأرض المغرب ما فيها تظاهرة اللي كتنظم في روسيا وكتنظم في كوريا وكتنظم وستطعنا نجيبوها للمغريب كالنقص على مستوى التكوين على المستوى المدربين عندنا فيه نقص تماما اليوم جوجد الأمور أساسيين وهي الرقمانة ديال إدارة الجامعة كلها هذا تحدي وكالاستثمار بأن النقص على كل ما هو دولي لأنه وصلنا فيه مستوى اللي هو كبير والركز على ما هو داخلي وتأهيل عنصر البشري ديال رياضة تكواندو المغربي من خلال تأهيل الأطر الوطنية وجعلها في مصاف وهذا لن يتأتى إلا برنامج مضبوط ديال التكوين ينطلق من ما هو قاعد وده برمجكين عندكم تومكا جميعا أكيد بأنه كاين ولكن وفقا ما بعد هدى الجامع العام الجاي إن شاء الله كيف نشكين من ناحية الميزانية من ناحية المساعدات من الوزارة واش كافية هذا كان شكرك وغير نكون صريح بالنسبة لي بالنسبة للمينح المعيار اللي تعتامد وزارة الثقافة والشباب والرياضة عندي فيه ملاحظة عندي فيه ملاحظة كنقول بأنه خاص يكون معيار على التواجد وعلى الأنشيطة وعلى الوفاء بعقد الأهداف الـ وزارة مع جميع الجامعات أنا كنقول لك هذه الجامعة الميزانية ديالها التي تعطيها الوزارة ما عندي ما نخبي خمسمية مليون سنتين التي تعطيها بهذا الأنشيطة كلها بهذا كذا إذن قيمة ديال فارقة ديال في الطرواز يمدي فيزين بمعنى بمعنى بأنه وزارة وهذا ماشي عيب من اللي كانقوله رغم كلعكس أنا كنشكره السيد الوزير ديالتقافة والشباب والرياضة والأطول كذا ولكن كانقول بأنه هالدعم اللي كنت تعطى وفق عقد أهداف خاص يكون بناء على معايير ما بين جامعات اللي كان احترمه جميع الجامعات ولكن العمل ديال الجامعة والمرضودية ديالها والتواجد ديالها يجب أن يكون فيه واحد التوازي مع هذك اللي لا يسمي منها كان شوفها مجحيفة يعني مجحيفة وما تعالق بالعطاء ديال الجامعة والعمل والاشتغال اللي كتكستطيع ثلاث سنوات سواء في المغرب سواء على صحيح التمثيل أكيد إذن سيد داودي شكرا لخصبوات الحلقة الأولى ساعة الصدر ديالك والمشاركة ديالك معنا في هذا البرمج تحية كبيرة للمتتبعي ومشاهدي قناة الفاس تيلي ولنا موعد قادم إن شاء الله مع السلامة